بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا ومع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الأزرق من الشاطبية يشرحها لكم الأخ كمال المرش وقفنا عند قول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا جنفنا وثما نقل حركة الأمزة إلى الساكن قبلها في الموضعين جنفنا وثما فأصلح فأصلح بينهم هنا تغريض اللام فاللام مفتوح قبل حصات الساكن فالأزرق يغلض لام فيقرأ فأصلح بينهم فلا إثم عليه هنا مد منفصل فلا إثم عليه الإشباس تحركت فلا إثم عليه إن الله هنا لا يوجد مد لأن قبل الهاء حر ساكن فيمتنع المد هنا يا أيها الذين آمنوا مد منفصل في الإشباع آمنوا بدل في الأوجو الثلاثة قصر وتوسط وإشباع طيب على قصر البدل في آمنوا لنا في تتقون وهو عارض قصر وتوسط وإشباع وعلى التوسط في مد البدل في كلمة آمنوا لنا في تتقون توسط وإشباع ويمتنع القصر وعلى الإشباع في البدل في آمنوا لنا في المد العارض للسكون الإشباع ويمتنع القصر هو التوسط فمن كان منكم مريضا وعلى سفر نقل حركة لمسا إلى السكن قبلها مريضا وعلى على ليس فيها تقليل فعدة من أيام أخر نقل حركة لمسا إلى السكن قبلها في الموضعين من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه الفيدية هنا ما تصير صورة فيهم الطبيعي فيدية طعام مساكين بضم التاء وجمع مساكين عند ورش فمن تطوع خيرا فهو خير له عندنا الترقيق في كلمة خيرا وفي فهو خير له رأى مفتوحة قبلها يساكنه وكذلك رأى مضموما قبلها يساكنه خيرا خير فهو خير له وأن تصوموا مثل صورة فيهم الطبيعي كذلك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ترقيق الرأى في كلمة خير كذلك ما تصيل كبرى وهو عبارة عن صلة ميم الجمع مد منفصل في الإشباع وفي الوقف نقف بالإسكان خير لكم طيب لا بدل في الآية ننتبه إلى الميم من شهر رمضان لأن الرأى مفخمة والضاد كذلك مفخم والميم رفق وقعت بين حرفين مفخمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل مد منفصل في الإشباع القرآن مد بدل لكنه لا يمد مستثنى فليس فيه إلى القصر هدى للناس كلمة هدى فيها وجهنا الفتح والتقليل حلاء الوقف عليها أما في حال الوصل فلنا فقط وجه الفتح لأنه يمتنع التقليل حل الوصل لالتقاء الساكنين وبينات من الهدى والفرقان كلمة الهدى من دوات اليافة الوجهان الفتح والتقليل ومن كان مريض نو على سفر مريض نو نقل حركة لمزة إلى الساكن قبلها مع مراعاة التقيق الميم فمن كان ماء مريضا فعدة من أيام أخر نقل حركة لمزة إلى الساكن قبلها في الموضعين من أيام أخر ولتكبير الله تقيق الرأ رأة مضمومة قبلها كسر مع مراعاة تغلد الله من اسم جلال ولتكبير الله على ما هداكم هداكم من دوات اليافة الوجهان الفتح والتقليل طيب في الآية اجتمع ذاتياء الأولى من الهدى ثم هداكم فعلى الفتح في الموضعين لنا في تشكرون الذي هو مد عارض السكون قصر والتوسط والإشباع وعلى التقليل في الموضعين من الهدى وهداكم لنا في المد عارض السكون التوسط والإشباع فإني قريب نجيب نقل حركة لمز إلى الساكين قبلها أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي الداعي إذا متسل كبرى وهي في الحقيقة يأزا إذا تمد بالإشباع وفي الوقف نقف دعوة الداع فلا نقول دعوة الداعي لأن اليأزا إذا فنقف بالإسكان دعوة الداع وفي الوصل نقرأ بالإشباع إذا دعاني فليستجيبوا كذلك هذه يأزا إذا في الوصل نقرأ بما الطبيعي إذا دعاني فليستجيبوا وفي الوقف إذا دعان بإسكان النون ننتبه إلى إسكان لام فليستجيبوا حتى لا تقرأ بالكسر كذلك وليؤمنوا بي لام ساكنا فتح ورش اليأمن بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون طيب لا تحرير في الآية طيب هذا ما في هذا الوجه والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته